وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة سونيا جناحي رئيس اللجنة التنظيمية عضو مجلس إدارة غرفة تجارات وصناعة البحرين الأستاذة سونيا مساء الخير في البداية الريادة والابتكار الرقمي عنوان يواكب التطورات الاقتصادية كيف يمكن لهذا المؤتمر إفادة أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب طبعا شعار المؤتمر هو ثورة صناعية رابعة بناء المستقبل الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي وهو من المحاور الرئيسية التي طرق لها جلالة حفظ الله في كلمته في افتتاح دور الانعقاد ومن خلال طبعا التركيز على موضوع الأنظمة اللازمة والاستكمال البنية التقنية والتشجيع على دعم التعليم والتكنولوجيا والبنى التحتية لإزالة كافة العقبات والتحديات لدعم الابتكار والاقتصاد المعرفي نعم إذن كيف تنظرون إلى مردود هذا المؤتمر بصفة عامة على مملكة البحرين بظل التقاء نخبة من المعنيين في الاستثمار وريادة الأعمال وغير ذلك من المجالات المرتبطة بالاقتصاد نوعية ومستوى وجودة المتحدثين والمشاركين إن شاء الله سيجعل الحدث استثنائيا نظرا لخبراتهم ومكاناتهم المرموقة عالميا حيث سيتم مناقشة موضوعات ذات حيوية وأهمية كبيرة ومتصلة بالاقتصاد المعرفي وهذه المشاركة نريدها أن تكون منصة لتحفيز وإبراز التحديات والمعوقات لتسهيل الانطلاق نحو ثورة صناعية الرابعة نعم الأستاذ سونيا جناحي رئيس اللجنة التنظيمية عضو مجلس دارة غرفة التجارة وصناعة البحرين شكرا جزيلا